جاء حجنا هذا تلبية للنفير العام عقب اعلان النفير العام والتعبي العام الذي اعلنها محافظة المحافظة رئيس اللجنة الامنية في اللقاء التعبوي الموسع للدعم والاسناد لتحرير تعز والسعادة الجمهورية من قبضة الميليشيات الحوثية من اعالي جبر صبر الاشم كانت البداية حيث توافدت الحشود بالرجال والسلاح تلبية لنداء الواجب الوطني المقدس ودعما واسنادا للجيش في سبيل تحرير تعز والسعادة الوطن الذي يحياه مع كل نبضات القلوب جاء الحشد اليوم في جبر صبر هو تلبية لنداء النفير الذي يتلقى يوم امس سندا وعون الجيش الوطني الذي يحقق الانصارات في الجبهات اليوم تعز قالت كلمتها تركت خلافتها البينية وراء ظهرها اليوم توحد ابناء تعز على كلمة واحدة جميع القوى السياسية والعسكرية والمدنية على كلمة واحدة ضد عصابة الحوثي اليوم ان شاء الله سيكون يوم الخلاص بإذن الله ضد هذه العصابة الميليشيوية ياتي اشهار ميثاق الشرف الوطني في سبيل استعادة الجمهورية من قبضة الميليشيات الحوثية مبررة كافية للإسناد والدعم وتوحيد الصف الجمهوري واستعادة الدولة المقتطفة ولعل هذا المشهد البطولي لأبناء الصبر هو تكسيدا حقيقيا لتوحيد القوى العسكرية والأمنية والسياسية والابتماعية ولا أدل من ذلك أو أكبر سوى رفض الجبهات بالرجال والسلاح على مختلف جبهات الوطن دون تخاذل أو تراجع اليوم ندشن النثير العام في قمة قبل العروس اليوم يتحد رجال صبر جميعا من الثلاثة المديريات اليوم المعركة الفاصلة بين الحق والباطل فلتنفروا خثافا وثقالا ونقول للحوثي إن صبر يهز لا يهز إن صبر يهز لا يهز وسترى ما لا تصر عينك في الأيام القادمة كما كان لصبر الأشم السبق في مواجهة الميليشيات الحوثية وعلى صدر الجبل تم تمزيق وجه الإمام البغيض فإن قوافل النثير بالرجال والسلاح والمال هي الفيصل لاستعادة تربة اليمن وتطهيرها من رجس الميليشيات الحوثية عواد الوهباني اليمن اليوم تعيز اشتركوا في القناة